الآن ينضم إلينا من واشنطن زميل رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية رامي مرحبا بك وكل عام وأنت بخير مرحبا محمد وكل عام وأنت بخير وعيد سعيد عليك وكميع الزملاء في القاهرة الإخبارية رامي لا أستطيع إلا أن أبدأ معك بسؤال عن ممارسة أجواء عيد الأضحى المبارك في واشنطن كيف هي التفاصيل يعني؟ في الحقيقة تجمعات ربما ليست كبيرة ولكنها في نفس الوقت تستطيع أن تلمس فيها تنوعا ثقافيا إسلاميا ما بين الدول المختلفة صلاة العيد على سبيل المثال تتحول في واشنطن إلى ما يشبه الكارنفال ما بين الملابس الإفريقية والملابس الأسيوية والملابس المصرية والملابس العربية المختلفة كل ذلك في الحقيقة يرسم صورة جميلة نحب أن تستمر هذه الصورة هنا في واشنطن لتكون خير تعبير عن الإسلام وعن المسلمين خاصة بالاحتفالات بمثل هذه المناسبات في الحقيقة وهناك أيضا تجمعات أخرى تظهر فيها فرحة الأطفال بالعيد وحرص الأهالي أيضا على ترسيخ هذه القيمة وترسيخ هذه العادات هنا ربما تحتفل المؤسسات الرسمية فقط بالأعياد الأمريكية الرسمية وأحيانا في بعض الأماكن يحتفل أيضا بعيد الأطحى وعيد الفطر ورمضان ولكن الأهالي حرصون أيضا على توصيل مثل هذه العادات وترسيخها في أبنائهم لكن لا أحد يذبح الأضاحي في الشارع ويلطخ الجدران بدمائها وأشياء من هذا القبيل لا 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 المسألة هنا منظمة جدا عمليات الذبح إن تمت فتتم في أماكن خاصة ويتم الاستعداد لها قبل العيد بأيام وأحيانا بأسابيع والمسألة هنا منظمة جدا وبالتأكيد أي شخص يخالف هذا القانون ويحاول أن يذبح حتى في فناء منزله أو بعيدا عن الأعين إذا ما تم ضبطه بأي شكل من الأشكال يتم مخالفته وتكون مخالفة كبيرة أيضا في هذا الأمر بتأكيد نوع المسألة منظمة وهذا شيء جيد في الحقيقة وهناك أيضا طبعا كنت أقول لك نحن نقف في صف النظام وإنفاذ القانون دون شك هذا أمر حضاري صحيح بالتأكيد بالتأكيد وهذا أمر لا يكرهه أي شخص ولا يتنطح عليه كبشان كما يقولون حتى ج Prize جشك طبعاك طبعاك طبعاك